وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بالتعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكدرات الخاصة اعتبارا من أول إبريل 2023 بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ألف جنيه شهريا وبموجب الحزمة رفع رئيس السيسي الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه بداية من أول إبريل المقبل كما وجه بزيادة المعاشات بنسبة 15% فإنني أوجه الحكومة بالتنفيذ الفوري للإجراءات التالية أولا التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكدرات الخاصة اعتبارا من أول إبريل 2023 بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ألف جنيه شهريا ثانيا زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على نحو التالي بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريا بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريا بالنسبة لحاملة درجة المجلسير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريا بالنسبة لحاملة درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريا ثالثا زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدة عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارا من أول إبريل 2023 رابعا رفع حد الإعفاء الضريب على الدخل السنوي من 24000 جنيه ليكون بقيمة 30000 جنيه سنويا اعتبارا من أول إبريل 2023 خامسا زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريا اعتبارا من أول إبريل 2023